على صعيد آخر أشهدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ببيان منظمة كنائس الشرق الأوسط والذي أدانت فيه استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتصاعد عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية وأكدت الهيئة على ضرورة دعوة كنائس الشرق الأوسط للكنائس الغربية من أجل الحوار والتصدي لمخططات الصهيونية المسيحية المتطرفة وكشفت كذلك عن تعرض الفلسطينيين المسيحيين للانتهاكات والمضايقات وحرمانهم في أعيادهم الدينية من زيارة الأماكن المقدسة التي تتعرض بدورها للاستباحة والتدنيس موضحة أن حرب الإبادة والتدمير التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة طالت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحة في غزة وتدمير مئات الآلاف من المنازل وعشرات أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية